أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فخره واعتزازه باستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمية على مواقع التوصيل الاجتماعي إن الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية يتعرض فيها العالم لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة تؤثر على بقاء الكوكب ذاته والقدرة على المعيشة عليه وضف رئيس السيسي أن هذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم تحركا سريعا من كافة الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية كما أكد رئيس السيسي أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض تبني علامة سباق لسيما مخرجات قمة غلاسكو والتفاق باريس ترجمة نانسي قنقر